علي ردوان رئيس جمعية أباء وازدقاء الأطفال معاقلين دهنيين بالضر البيضاء أولا هذه جمعية من أكبر الجمعيات على الصعيد المغريب على الصعيد الوطني وكذلك لها وزنها على الصعيد الأفريقي والعربي إذن سواتيني على الطريقة العمل دي لنفذ الظروف دي لجائحة كوفيد أولا بغيت نقول لك حاجة واحدة أنه من نهار بدا كوفيد لومين هذا لم تشجل عدنا أي حالة دي لكوفيد إذن إلا كان هذا شيء يتدل على الشهاد يتدل على أنه كان واحد النوع من العناية الوقاية وعملية تحسيس كذلك مع الأباء والأولياء دي لها الأطفال لأن تنعتبرهم من عائلات فقيرة ومعويزة إذن هذا عمل مهم بالنسبة لجمعية قامت بهذا نجحنا في هذا العمل ونهار لحد كان لدينا جمع العام عادي درناه تبقى القانون وتبقى التوصية دي للصحة وسلطات المحلية وكان جمع عام عادي إحداث في الظروف حسنة ونقشنا فيه جميع التقارير دي لنا واللي كان مفاجئ بالنسبة لنا هو الأطور التربوية اللي جاءوا بالحضل عريضة وبكل صدق أنه خرجنا حزيني من ذلك الاجتماع بحجة أنهم لم يتوصلواش بالأجور دي لهم هذي خمس شهور وده باليوم قال لك حنا رافعوا طلع والأسبوع المقبل غير يدخلوا غير يدخلوا بشهارة في حالة إلا ما تصور شرط الوضعي دي لهم راهم غادي سعادوا أنا داك أنا قبل هادشي كلوت وصلت بسيدة الوزيرة لأنه أقول لنا سيدة الوزيرة عندي لها كل احترام كأمرأة اشتها وعرفتها أملي كانت نشيطة أملي كانت كاسبة الدولة في الصناعة التقليدية أصدقات دي لنا أشكرها بزيف ولما جاءت أنا من الناس اللي كانوا فرحانين على أساس أنه وطلقناها وكانوا واحد اللقاء مهم بالنسبة لي أنا ولكن اليوم كانت واحد ظروف سعجالية وطلبنا لها مقابلة راهم نسيطة مقابلة أن يتفرض علينا الوقت راهم ما عندنا الوقت نضيعوه ولا مشيو نضيعو لها وقتها ولا أبدا كانت ظروف ستناية اللي خلاتنا نطلب اللقاء طلبت اللقاء واحد لخمسة ولا ستة وثبعا كانوا قالوا أخا نهار فلان فلانين بعد قالوا يرها عيانة ماشي مشكلة ولكن اليوم اليوم في هذا الظرف والتليفون دي الكتاب الخاصة مقاش يردلي يقع بحل يتصدق في وجهي هذا مشي مشكل تابع الوزيران تنقول لي من هاد المنبر ديال هيبا برايس الله يخليك السيدة الوزيرة شوفنا في أقرب وقت لأنه كان هذا مشكل كبير لأنه الجمعية اللي بقتها وقت توقف والوقفة ديلها ما بغيناهش لنتيال احنا إذا ما عندنا إلا نتحاولون قول حلول راهم سينا ما حتكون في ذاك المناصب إلا باش فكوا المشاكل للمواطنين وأنا كذلك ما نمسؤول على هاد الجمعية إلا باش نفكها ونفك المشاكل ليلها ونوصل المسؤولين المتاعب والمشاكل ليلها نظرا لأنه اتفاقية أنا نقول لكم مثال بسيط وهذا وزير ما تقلقش عليك تلك الأكلام اشتي هاد اتفاقية وهذا كيد شارج وقسمه لك بالله لا يشجع الخدمة ما تيشجعش واحد لإشكال احنا هاد شي اللي بغينا نوصله للوزيرة راكست الدفع على المصالح ديال الدولة ودفع المصالح ديال الناس وشو واحد خدم عندي أجير ونقول سينا وقارك خدم عندي لكن حوجات اللي فيهم التناقض إذا هاد شي دا تانيا احنا بدنا مشرط شعود دبا احنا تشرف شرط لاتر سينا اتفاقية عودتاني في شهر تسعود ولا عشرة ماعدنا فيها ماعدنا لنسخها ماعدنا ولو يعني عايشين في نفق موضلين بالنسبة لي إذا هذا هو لاش نطلب لوزير باش نشوفوها نارجوها يكون واحد اللقاء مفتوح باش نقدروا نحلوا مشاكل بالطريقة حبية هاد شي كله اتحلغي بالطريقة حبية إذا نبلي نقول لك الأخ احنا دبا المنظمة العربية للتنمية الإدارية درتنا تهنئة بالفوز راحنا طيعة طيب هنا من من الجمعيات اللي لها وزن على الصعيد الفريقي والعربي مليتت شوف جمعية درت عادة اتفاقية مع الجمعات فضل بيضات هذا المستوى هائل إذا أنا اليوم أنا عيد وما أخصني شي لأن الحكومة وخاتن بعد الاخترات نغلطوا وتنجهلوا على الحكومة لكن بعد الاخترات تنعود نقولوا للا هذه حكومة دي نخصن نساعده باش نفكر أمور دينا باش مش هاد البلاد الاحسن تنتمنا من الجزيرة يكون هاد الخطاب وصلها ووصلها بكل صدق أنه جمعية أبوزيقات في المعقين من أحسن الجمعيات وكننا قلنا لها تفضلي بشي زيارة باش شوفي المستوى دي لات الجمعيات إذا هذا هو اللي تنتمنا إن شاء الله قبل ما يخفوش لهذا الأطور التربوية تنتمنا من السيد لوزيرة والسيد المدير للتعام الوطني باش نحلو هاد الإشكال هادا فأقرب وقت إن شاء الله رحمه رحمه كان مئة وثلاثين إطار أنا أحييهم بعد من هض المنظر لأنه من الشرط تسعود لا تسعود توصلوا من العشراء وغادية إذا هاد الشي اللي تناخدوه من الدعم دير الوزارة رخص وإعادة النظر رخص ني يشاركونا في الشراكة ما شي ما فقانا بالضبط لحد دي الساعة والله ما فانتو لأننا عاود نزيدك حاجة أخرى اللي مربنا عدنا 2012 2013 سنة الدراسية 2012 تم القفز عليها ضيعونا فيه الوزارة التنميجن اليوم نحن نبقى في الدعوة ديالها إذا عيب عيب نقول عيب جميع الدعوة الوزارة ألش على سنة 2013 2013 وهم عارفين هذه السنة تم القفز عليها وهم عارفين انتهى إذا نقول لك نحن نقول لنا في صراع دي اللي يربح ولا اللي يخسر لا لا هذا العمل لا يربح ولا يخسر فيها الواضح وش نتو أنا ما أقول لي وش هو في الصراع الجمعية ديالكم وعلى الجمعية جمعية نجاة تعطيل شوف أستاذ أنا اليوم تكلم بسمي الجمعية جمعية أبو سقد فرمع دينيا ولكن الحالة التي تعيش هذه الجمعية ترهبين في السوق رأى كان فاس رأى كان فتاز رأى كان جمعية رأى يغلقوا كان الفضال البيض اللي غادي يسدوا وليوم تنشوف شي نسدوا لما يسدوش أنا هذا هو المطلب ديالي ديال الخدمات واش كين في المستوى واش كين هاد الخدم اللي تندير واش فيها لانباكت على هاد الوليدات وعلى هاد العائلة ديالهم هذا هو اللي خص تعاو وطني ولا الوزاري شوفوها مش غير يحل إنسان جمعية يقولك جمعية لا خاصة إن شوفوا هاد الخدمات واس هاد الخدمات وهاد دولة شي تتخسر واس بوزيتيف على هاد العائلات ولا غاية خطية هاد الخدمات اللي تتخسر من تجمع نتخسر حتى المتعب ايه عقب لجب أن تنتكلم إنه واحد أفقال مماخوذة إعاقب أهم الإكراهات اللي تتعاني معنا الإكراهات اللي تتعاني ومامنا لا تتضرم حل إنسان عنده طفل مريضة أنا أقول لك بكل صدق نعاني نعاني معاناة خطيرة وكبيرة لأنه أي أسرة فيها الطفل يعني هذه الدرية تشكل واحد المشكل داخل أسرة إذن هنا هاد الجمعية المتنفس الوحيد لهذا الوليدات هي الجمعية وتنقلك في هاد الظرف اللي تنعيشوا فيه لأنه اليوم تنجيب 61-70 درية في النهار أزمة خطيرة تعيشها الناس الناس الأطفال كان لينتحر كان لوليديه شوف تنجيوا الجمعية وتنجيبوه تقول لك رابغي غريت لحليا مشترجم هاد الخدمة اللي نديرو ما تنديرو مش غير في الجمعية حتى عند الأسر كذلك المشترفين الاجتماعيين تنطلعوا والطور الطربوية تنمشيوا عند الأسر يشوفهم ويشوفوا الوحيدات باش يكالم على الأقل يعرفوا أنه باقي رابط الاتصال بين الجمعية وبين المربين وبين الأسراء إذن هذا مشهود مش سهل إذن هاد أنا وله وفي الأخير أود نشكر الوطور الطربية ويدياري أتنظر بكل صدق خدامي أكثر ما من جهدهم لأنه يعانون واحدة يعانة كبيرة لا في المجمعية ولا عند الأسر ولا حتى في الأسر قلهم اللي هم خمس سور هدي ما تتخلصوش اللهم إن هذا منقر إلا كان شيء واحد عقلي يوم لا يقدر شيء يصبر عليها هذه القضية إذن لخل متنساوش ديرو جنب وطورتوا لجرس بلتوصلكم جديد يا ناو